شدد وزير الداخلية غالب الزعبي على ضرورة تحمل الحكام الإداريين لمسؤولياتهم وتنفيذها على أكمل وجه جاء ذلك خلال لقاء عقده الزعبي مع الحكام الإداريين لكافة محافظات المملكة في مبنى الوزارة بعد زيارته لمديرية الدرك الحاكم الإداري هو رئيس حكومة في منطقته وهو همزة الوصل مع الحكومة المركزية هذا ما شدد عليه وزير الداخلية غالب الزعبي خلال لقائه الحكام الإداريين لكافة محافظات المملكة وأكد الزعبي على ضرورة تحمل الحكام الإداريين لمسؤولياتهم دون تقصير أو تفويض كونهم أول نوافذ الحكم وهم لهم اتصال وإشراف مباشر على شؤون الناس أنت حامل تنوء بمسؤوليتك ليل نهار ولا يجوز ولا يجوز تفويضها أنتم هيبة الدولة فبهذه الصفات لابد أن نرتقي إلى مستوى هذه السوية التي وضعنا بها العفة والتربع عن معاشرة منهم دون مستواكم أو التعامل معهم أو قبول استضافتهم أطلب من المحافظين بالميدان أن يبقوا بشكل حثيث مع كل صغيرة وكبيرة في محافظاتهم بعكس ذلك لن أكون راضيا وسأضطر لما لا يرضي البعض ممن لا يلتزم وكان الزعبي قد زار المديرية العامة لقوات الدرك والتقى مديرها العام اللواء الركن حسين الحواتمي لبحث عدد من القضايا المهمة ذات الطابع الأمنية وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية التنصيق بين كافة الأجهزة الأمنية لضمان التكاملية أثناء تنفيذ الواجبات وفق نهج تشاركي شامل وضامن لمصلحة الوطن والمواطن في إنفاذ القوانين العادلة دون محابات أو تمييز أمين سليم رؤيا